رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخراغ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج همسة رمضانية وموضوع حلقتنا لهذا اليوم مهم للغاية ألا وهو مسؤوليتنا في توجيه الأبناء فلنرحب بأخينا الفاضل عادل ديري فأهلا وسهلا بكم أخي الكريم جزاكم الله خيرا حياكم الله وبياكم نرى كثيرا في هذه الأيام منا من ينشغل في هذا الشهر الكريم بالعمل والدوام وكثير من الناس لا تتوقف أعمالهم في شهر رمضان ويكملون أعمالهم كأي شهر آخر وقسم آخر قد انشغلوا بالعبادة والطاعة سؤال أخي عادل نشاهد أن بعض من الناس قد غفلوا عن أمر مهم وهو توجيه الأبناء ماذا تقول لنا في هذا الأمر؟ بارك الله فيك نعم في هذا الشهر الكريم هناك أمور يجب أن لا نغفل عنها ومن أهمها تلك التي تتعلق بتربية أولادنا فمما ينبغي علينا تنبيههم على المحافظة على أوقات الفرائض ومراعاة فصل الجنسين خلال اللعب مراعاة للحكم الشرعي وإعطاء كل منهما اللعبة المناسبة التي تناسبه وتناسب عمره وما إلى ذلك وإبعاد الأولاد عن أصحاب السوء حتى لا يكون اللعب مجالا للتأثر السلبي وكذلك إبعادهم بشكل عام من أجواء التي تكثر فيها المحرمات كالغناء والموسيقى والكذب والنميمة والسخرية من الآخرين وما إلى ذلك من المعاصي ممكن تذكر لنا ما هي تلك الألعاب وما تأثيرها على أبنائنا؟ كنت قد أشرت في حديثي إلى الألعاب التي انتشرت في هذه الآونة كثيرا وهي ألعاب الهاتف والحاسوب ومن المعلوم أن ألعاب الهاتف والحاسوب أصبحت هوسا عند بعض الأطفال بل وعند بعض الكبار أيضا حتى إن السعادة تتوالى عليهم وهم مصبحون في عجائبها منساقين وراء فتنها وهذا قد يؤثر سلبا عليهم فلها مضار صحية كثيرة بسبب كثرة الجلوس والتركيز النظر على الشاشة المشعة مما يسبب أيضا آثارا نفسية سلبية بسبب التوتر الشديد الذي يحصل في أجواء اللعبة والمكوث الطويل أمامها يسبب أيضا مشاكل اجتماعية أخرى فحين يتحول الإنسان في بيته إلى عضو مشلول لا يتحرك عن هاتفه وحاسوبه ولا يقدم النفع إلى أسرته ينتج عن ذلك مشكلات كثيرة إذن كيف يمكننا قضاء الأوقات وخاصة في شهر رمضان المبارك؟ الأفضل أن يشغل الأبناء في أوقاتهم وخاصة في هذا الشه الكريم شهر رمضان المبارك بشيء مفيد لهم كألعاب لألغاز والذكاء أو قراءة قصة من قصص الأنبياء والصالحين أو كتاب أو أي لعبة مناسبة مفيدة للعقل والصحة غير الألعاب الكترونية الضارة هناك مشكلة أخرى نراها أيضا أخي الكريم ما للشباب إليها والأبناء في رمضان المبارك وهي المفرقعات أو الألعاب النارية فكيف نقوم بنصحهم وإرشادهم؟ نعم تكثر المفرقعات ولكن لا ينتبهون أن فيها أذن للآخرين فكم روعت من إنسان وكم أثخنت من جرح وكم أتلفت من ممتلكات وكم من المصائب الهائلة التي قد حدثت بسبب هذه المفرقعات فعلى من تقع هذه المسؤولية؟ إن مسؤولية حصار هذه الآفة الاجتماعية الخطرة تتوزع بين التاجر الذي يخالف النظام ببيعها ويروج البضاعته الضارة وبين من يقوم بشرائها سواء اشتراها الأبناء من تلقاء أنفسهم أو اشتراها لهم أحد آخر إذن على كل واحد منهما أن يراقب نفسه ولا يقع في أذية الناس فأذية عباد الله من أعظم الذنوب أليس كذلك؟ نعم والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصان بعدم أذية الناس بأي شكل كان أحبتي في الله لا تجعلوا أولادكم يدمنون على الألعاب الألكترونية ولا تعودوهم عليها فتلك الألعاب مضيعة للوقت ونحن مسؤولون عن أوقاتنا والله عز وجل سيسألنا عما فعلناه فلا ينبغي علينا أن نهدر تلك الأوقات الثمينة وخاصة في مثل هذه الأوقات المباركة فلنحافظ على أوقاتنا ولنغتنمها بما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا نشكر متابعتكم ونشكر الشيخ عادل ديري على هذه المداخلة الجميلة في هذه الحلقة جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الجميل وبارك الله بكم كلمات أخيرة قبل أن ننتهي أحبة الكرام ينبغي علينا أن نوجه أبناءنا على طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأن نعلمهم أمور الصيام وما ينبغي فعله في هذا الشهر الفضيل كذلك على الآباء أن يحضروا أولادهم البالغين سن التمييز إلى المساجد لأداء الصلاة وحضور حلقات الذكر لما فيها من الفائدة الكبيرة من ناحية تربيتهم وتوجيههم كما فيها أجر عظيم إن شاء الله تعالى نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد قدمنا لكم النفع والخير وسنلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة فانتظرونا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخرها